السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته اليوم طلعت على تعليق لأحد الأصدقاء مر على نشر تقريبا سنة وهذا التعليق استفزني أو حرضني على أن توضيح بعض الأمور وماذا قال في هذا التعليق قال بأنني لا أعتمد منهجا في طرحي وفي مواضيع المطروحة صحيح أن هناك أشياء تطرحها فيها قضايا مهمة جدا لكنها تفتقر إلى أسلوب الطرح العلمي فيما يسمى بين قوسين محاضرات وقال باك وكأنك تفكر أو تسرد أفكار باللهجة العراقية يعني تسولف يعني بالكلام الشامي أو المصري دردشة يعني فأني هذا الكلام أنقل لكم حرفيا وأود من خلال أن أوضح الكثير من الأمور التي تبدو خافية على كثيرين وأتمنى أن يجري تفاهمها وأيضا الاعتراض عليها لو أن وجهة نظري تفتقر إلى الدقة فأنا ما عندي أي معنى ياريت ربما أنا أكون مخطئ في تصوري التعليق من قبل الصديق أو اسمه جعفر فرج ماذا قال؟ قال الأخ العزيز بالرغم من تأيدي لفكرة العلمانية وتفوق العلم على الدين وبالرغم من أني أقدر مواضعك المطروحة إلا أني أجدك بعيدا عن أسلوب الطرح العلمي في بين قوسين محاضراتك وكأني بك تسرد أفكار أو باللهجة العراقية تسولف يعني من سوالف يعني مجرد سوالف لا أكثر ولا تتبع بالتالي الأسلوب العلمي التحليلي مؤتمدا على مصادر علمية بل تضعنا في موقف الشك من قدراتك لضعف العرض والمعلومات مع احترامي وتقديري أنا طبعا هذا الكلام أقدره تماما وأتوقعه ولستم متفاجئا به على الإطلاق وبناء على هذا كتبت ردا عليه اليوم وقلت فيه قلت له فيه شكرا عزيزي لصراحتك وأنا أعرف ما تقول جيدا والمشكلة أنني لا أريد أن أكون معلما عليه أن يدرج المراجع لكل شيء يقوله هذا ما تعلمه كثيرون من أغلب القنوات الموجودة التي تطمح لكسب أي نوع من أنواع المشاهدين الوضع هنا أو بالنسبة لي أنا مختلف لأن القناة ليست مفتوحة لعموم المتابعين لذا فأن من يريد حضور هذه القناة أو هذه القناة عليه أن يتثقف أن يتثقف بنفسه وبعدها يتخرج من تلك البواقع التي تعلمه وتقدم له الأساسيات عليه بعد ذلك أن يدخل إلى هذا الموقع فهو لأنه غير مخصص لمن تعوزه المعلومات والأفكار الأساسية إنما لمن يريد أن يمضي أبعده في التفكير والتحليل أي أنه مخصص لمن يريد أن يخرج من محاضرة علمية بين قوسين وفقا لتعريفك أنت لن يخرج من هذه المحاضرة لكي يسولف أو يخوض دردشة مع الآخرين ويحاول بالتالي استيعاب مواد المحاضرة وتفهمها وهضمها ونقتها وعموما أنا أقول لك من لديه شك في أي معلومة أقدمها علي أن يكتب تعليقاً ويتحقق من المعلومة التي أذكرها وأوضح له مصدرها إن كان ولابد أو إن كان أيضاً يريد أن يتحقق من مدى معرفتي بالموضوع الذي أطرحه عليه أن يسألني في التعليقات ولا مانع لديها على الإطلاق الآن أوضح الفكرة التي أريد أن أقولها أقولها مثلاً أنني الآن باحث وقارأ نهم جداً ومطلع خاصة على الأشياء التي ليست مكرورة وأحاول أن أتجاوز المعرفة التي أعرفها وأحاول دائماً أن أقدم شيء مختلف عن السعادة وليس لأنني أريد أن أقدم شيئاً مختلفاً إنما أريد أن أفهم أكثر مما هو حاصل فعلاً فبالتالي أنا أقرأ وأطلق لكنني عندما أفكر لا أفكر بطريقة منهجية علمية إنما أفكر بطريقة المنهجية التي أنا أختارها والتي تكون وليدة ساعتها هناك فهم خاطئ البعض أعتقد بأن المنهج العلمي هو والمناهج العلمية يجب أن تكون جاهزة سلفاً ويجب أن يقدمها الباحث أو المفكر عموماً أو الباحث حتى قبل أن يبدأ بالتفكير وطرح ما لديه يعني أنه الطبخة يجب أن تضع مواصفات الطبخة وطريقة العمل وكل شيء قبل أن تنفذها فعلاً هذا ليس علم العلم ليس هكذا العلم ليس بالضرورة دائماً أن تضع المنهج قبل أن تدخل للمختبر إنه ممكن أن تضع خطوط عامة لكن بعد ذلك عندما تبدأ بالممارسة البحث وممارسة التفكير والتحليل والتفكيك بعد ذلك تستنبط أو تستعمل المناهج التي تحتاجها ومعظم هذه المناهج بين الناس هي نتاج خبرات شخصية يعني ليس بالضرورة أنه هذا المنهج الوصفي وهذا المنهج التاريخي وهذا المنهج البنيوي وهذا المنهج الكذا والكذا لا ما يحتاج هذا التعقيد المناهج إذا ياريت واحد يطل على فكرة المناهج العلمية والبحثية بشكل أداء صحيح هي مهمة وأساسية ولا يوجد إنسان أصلاً حتى الغير متعلم لا يوجد لديه منهج يسير عليه فبالتالي المنهج موجود تلقائياً لكن كل ما في الأمر واحد يضع الأولويات يضع المخطط الأساسي بطريقة محددة هناك عشرات الطرق أنا في كلامي عندما أطرح فكرة أطرحها برؤية منهجية أكيد ولكنني لا حاجة لأن أقول أنا ناس أقول أنا هذا الكلام قلته بالمنهجية الفلانية أو عندما أذكر الطبري وأقول تاريخ الطبري مثلاً هذه الحاجة مثلاً غزوة الرسول الفلانية يعني ما يحتاج أكتب لك المصدر يعني شون السلفة يعني معقولة أنا مو محاضرة ولا بجامعة أنا الآن في مواجهة حرة مع الناس تريدنا أكتب لك يعني كل شيء وأكتب لك رقم الصفحة يعني بطل يعني معنات مشتور معنات ما سوى محاضرة يؤقل يعني وزين أنا مثلاً أقول لك فوكو قال الكلمة الفلانية مثلاً قال فوكو المعرفة قوة مثلاً فأنا أطلع لك أروح أجيب لك المصدر اللي وين قال فوكو هذا الكلام معقولة أنت رح دور يعني هذا كلام عندما أكون أنا في جلسة نقاش أكاديمية محكمة وهناك أو ناس جالسون ويردون أن يتحققونها من كل شيء أقولها وأي مصدر وأي معلومة أتحدث عنها معقول من حقه ما نسألوني بذلك الوقت لكن أنا الآن في حديث مباشر والحديث المباشر ليس أن أتحدث عن الطبري ولا عن فوكو ولا تحدث عن المفهوم السلطة ولا عن المفهوم الإسلام إنما أتحدث فيما بعد هذا فبالتالي أنا عندما أتحدث عن المفهوم معين عن الدين مثلاً أنا أقول لك أروح القناتي أندي خمس حلقات فقط عن مفهوم الدين فقط عن تعريف الدين أدي أربع حلقات مثلاً يمكن عن السلطة مفهوم السلطة وعشرات الفيديوات كانت حاجة عن مفهوم الدولة مفهوم الدين والدولة علاقة الدين بالدولة مفهوم التاريخ أشياء كثيرة جدا فأنا عندما أذكر يطلق الشخص على منجزي أو ما قدمته يقدر يعني يصير عنده فكرة جيدة عما أقصده وعن مفهوم الحضارة مثلا أدي أربع أو ممكن عشر محاضرات عن هذا الموضوع عندي أيضا عن العلمانية وأشياء كثيرة جدا يعني موجودة عندي عن مفهوم الله مثلا أدي ممكن عشرين محاضرة أو فيديو قصير وطويل عن مفهوم الله وأشكال مختلفة مفهوم الله بالطريقة الحدسية بالطريقة الصوفية بالفهم الصوفي بالفهم الفلسفي بالفهم الإسلامي بالفهم حتى اليهودي كلها موجودة ثم ما معنى السؤول تجي تقول دردشة الدردشة ليست أمرا عيبا عندما أسأل عنه أنت روح أبعد بالفيديو باليوتيوب روح شوف شو اسمه المفكرين الكبار شوف هايجر عندما يخضون معاه لقاء أنا أقدم لقاء أنا ليس أحيانا أقدم محاضرات لكن معظم الأشياء اللي أقدمها أو نسبة كبيرة من أنت أقدم حوار أفترض أن هناك أسئلة وأجيب عليها فأنا في هذه الحالة أنا لا أقدم بالضورة دائما محاضرة مرتبة ممنهجة فيها أقسام وفيها مقدمة وفيها خاتمة لا مو بالضرورة دائما تطالبني بهذا الشيء هذه القناة بها أشكال مختلفة مرة تقدم لك محاضرة يعني مية مية ومعها الأدلة والمصادر وأحيانا أقدم لك مادة سريعة مبنية على أشياء سابقة والآن أنا في صدر التقديم مادة ممنهجة مرتبة عن الجابري ومنجز الجابري وعندي محاضرات جديدة عن العقل المشوه أو بنية العقل العربي المشوه أو بنية بنية تشويه بنية العقل المشوه وليس بنية العقل العربي المشوه وهذه جاء يشتغل عليها حاليا وفيها مصادر وفيها أشياء وفيها يعني استشهادات لمقولات خاصة بالعقل بنية العقل عنده كانت عنده وهكذا الجابري ماذا يخصد بالعقل ما معنى العقل ما معنى بنية ما هو فكرة العقل العربي ماذا قال الترابيش عن الموضوع هاي كلها رح أرتبها لكن وراها رح أصير نقاشات أصير دردش يعني دردشة مي جريمة ولا واحد يقولك تتسول في جريمة المهم وصلت هاي الفكرة وأتمنى هذه القناة أنا ما أعرض وأيضا مسألة أساسية أنا أنا أعتبر نفسي شخص مفكر من فكر يفكره وهو مفكر فبالتالي أنا ما مطالب اللي أقدم لك دراسة منهجية ما مطالب أنا مفكر أنا ألاحظ مسألة وأقول لك هذا وجهة نظري أنت بعل ذلك عليك أن تحل المعقول وتعتمد على معلماتك الخاصة فبالتالي أنا لست في مدرسة ابتدائية أو مدرسة متوسطة أنا أتحدث معه ناس أعتبرهم يعني تجاوزوا مرحلة الأكاديمية العادية تجاوزوا مرحلة الجامعة فأنا أفترض هذا الشيء وأفترض بأنه عندما أقول شيء أفترض بأنه الذي يسمعني هو صديقي هو معي في المستوى المعرفي فأنا أتحدث على هذا الأساس أنا أخاطب الجميع وفق هذا المنطق أو مفق هذا المستوى أو الليفل فأنا أعتبر أنه لمن يتحدث من أخاطبه أخاطبه بأتباره صديق ورفيق في الهم المعرفي ولدينا ثقافة ومرجعيات متقاربة و يعني حصيلة معرفية فيها الكثير من المشتركات يعني عندما أتحدث عن فوقه أفترض بأنه يستمعني هو عنده فكر عن فوق عندما أتحدث عن التاريخ الإسلامي أفترض بأنه من يستمعني هو أدى ليه فكر عن تاريخ الإسلامي وعندما أقول له مثلا الغزوة غزوة مثلا بني قرائضة مثلا فأنا ما يتحدث أروح أجيب لك بني قرائضة أقول لك بني قرائضة هي كذا وكذا وعندما أجيب لك معلومة أقول لك مثلا في مصدر معين هذا فلان قال أنه الهجرة لم تتم من مكة مثلا عندما أقول لك الرسول هاجر من مكة إلى يسرب هذه يعني واضح أنه نتحدث لك عن السيرة الإسلامية المنقولة التي وصلتنا عندما أقول لك لا هناك شكوك بوجود بأن هجرة الرسول ليست من مكة ولا أذكر لك المصدر معناتها هناك شكوك خلص يعني يعني أنا ما كذب عليك يعني وما يحتاج أروح أجيب لك يعني أكو خمسين مصدر يتحدث عن هذا الموضوع أنت تروح دور عيه لأنه مو موضوع أعذرك لك المصدر هناك شيء من هذا النوع وأبني عليه بعد ذلك شيء فأنت يقول لي لا 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 يعني أنا أكذب عليك يعني أنا أقول لك لا لا وجود لا شكوك بهجرة الرسول من مكة ربما البعض يقول من الحيرة البعض يقول من البتراء موجودة فأنا أقول لك موجودة أنا ما قلت لك يعني هذه الشكوك يعني 100 وإذا ما نقول لك 100 أدى لك تقطعه في مصدر فواضحة المسألة بس ورغبة فقط بأنه واحد يقطعون كتافة يعني ويحاولون يعني يجدون ثغرة حتى يخترقوها هي مو صرع بيني وبين الآخرين مسألة إحنا الآن مبحث فكري وواحة فكرية هي ما أنا من أقول هي تعريف القناة هي واحة فكرية واحة وفكرية للنقاش والنقاش على الأطراف أو على حدود التي وصلت إليها معارفنا ومعلوماتنا فبالتالي أنا ما أرجع أنا ليست في قناة تعليمية هناك عشرات قنوات تعليمية موجودة أولا أعتبر كثير من الناس الذين يقدمون يعني يقدمون مادة معرفية فلسفية وفكرية ويقدمون مادة إسلامية تاريخية فيها نقاش تنويرية نسبة تسعين بالمئة من أتم هما وناس يقدمون مادة تعليمية يعني بصراحة وهذا شيء عظيم أنا ما أنتقص من هذا الموضوع لكن أنا أرجو أن تعاملوني بطريقة مختلفة أرجو أن تفهموا وضعي هذا لا أكثر أنا لست ممن يقدم مادة تعليمية أو مادة معلوماتية أنا لا أقدم معلومات أنا أقدم وجهات نظري في العالم والأشياء ولا أقدم بحوث أيضا أنا لا أقدم معلومات ولا أقدم بحوث ولا أقدم دروس لا هذا الثاني ثلاثة فأرجو أن يساعدني الكثير على فهم هذا المسألة وأرجو من الأصدقاء عندما يستمعون للتعليق من الأصدقاء لاحقا ممن ليس لديه فكرة أرجو منهم أن يوضحون للآخرين يعني ما يحتاج عيدي الكلام كل مرة وبالتالي أنا دائما أقول وهذا الفقرة الأخيرة اللي حدث عنها أنه أنا عندما أقول بأن المادة اللي يقدمها هي مادة ممكن تسمحها بعد سنة يعني لا أقدم مادة دائما إلها علاقة باليوم أو بالحدث الطارئ لا دائما أقدم مادة ممكن أن تسمحها في أي وقت ربما هناك حدث لموضوع مثلا مثلا طفل ريان صار حادث وضجة عالمية عن موضوع طفل ريان أنا تناولت موضوع الخير والشر والحرية حرية الإرادة وبس المادة تناولت موضوع مختلف فعني لا دائما المادة اللي يقدمها دائما دائما هي تحاول أن تتجاوز اللحظة الزمنية وتقدم شيء مختلف عن المتابعة الخبرية وهكذا حتى عندما تناولت موضوع سيد القمني مثلا تناولت مواضيع سلمان رشدي فدائما عندي تشوف بالقناة مادة سعند مادة مثلا صارها سنتين لحد الآن متابعة شديدة عليها وكثيرين بس المتابعة ليش والآن مرات أسمحها وأتفاجأ أقول يبدو أن يعني يبدو أن كأنما كتبتها الآن فهو هاي طريقتي طريقتي مساحة العمل مساحة في الفكر والتفكر وفي التحليل والاستنتاج وليس في تقديم مادة معرفية وأقول لك هلا زينت ليش ما تطالبون هسانا مثلا أكو عشرات القنوات قناة قنوات فلسفية ولا واحد منكم يذكر مصدر ولا واحد وبعضهم عابرين ١٠٠ ألف متابعة ولا واحد يذكر لك المصدر يعني ولا واحد من أجل ولا واحد يتحدث لك مثلا عن بيرتان درسو يتحدث لك عن إيمانويل كانت خيال ولا يذكر لك مصدر ويقول لك إيمانويل كانت العقلي الخالص بس ولا يذكر لك ومنين جاء بالمعلومة وكيف وعن ديفيد هيوم وإلا ما ندر يعني ويعني أنا هذا أستغرب ليش بس أنا تجي علي طالبني مع العلم أنا أصلا ما أقدم مادة تعليمي هؤلاء يقدمون مادة تعليمية ولا أحد يطالبني ما يطالبوني أنا وأنا بالعكس ما عنده مشكلة بس أرجو تفاهم الموضوع وتفاهم أنه هون وضع مختلف أو طريقته مختلفة يعني وهذا ليس أنه اختلافي ومسألة جيدة أو سيئة لا مجرد أقلك يعني أنا مختلف وأراهن على هذا الاختلاف وما أقدر أضغير يعني حاول أنا دائما حاول أقدم مادة تعليمية يعني بعض الأحسان عندي مشكلة مع جابري أقدم مادة تعليمية عجابة ما أقدر ما أستطيع يعني لازم أحشر خشمي بالموضوع وحاول أنا أقول لا هذه القضية كذا وهكذا حاول مرة حاولت مرتين ثلاثة في شريت يعني عن راسل مرة حاولت عن برتناج راسل وهمت دخلت يعني يعني وفوكو همت دخلت عن هايجر همت دخلت يعني ما أقدر لازم أبدأ رأيي وأحشر أنفي بالموضوع أنا لست معلم ناجح فشكرا جزيلا وأتمنى أسمع لكم مع السلامة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر